موسيقى مهما ضج العالم بأحداثه السياسية فلا صوت يعلو فوق صوت الاقتصاد لدى الأمم قاطبة وبخاصة التي أنهكتها عقود الصراع والفساد مثل السودان ذلك البلد الوفير بموارده وأيضا أزماته فما بين ظروف عالمية أعيت حتى الاقتصادات الكبرى وأوضاع الداخلية أنهكت كافة القطاعات الخدمية والاقتصادية والأمنية الجميع أصبح على الحافة موسيقى مع كل هذه الملفات نتحدث اليوم في هذه المقابلة الخاصة من واشنطن مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السيد جبريل إبراهيم والذي يشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين أهلا وسهلا بك في واشنطن مرحبا بكل أخذ أريج ومرحبا بالمشاهدين الكرام سيد جبريل أبدأ معك من زيارتك إلى واشنطن واجتماعاتك مع صندوق النقد والبنك الدولي بماذا أسفرت هذه الاجتماعات؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم نحن لك اجتماعات دورية سنوية ونصف سنوية اجتماع في الربيع عادة في شهر إبريل واجتماع آخر المؤسسات المالية الدولية المسمى بـ Britain Wood Institute المؤسسات البريتن ووت اللي هي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بيجتمع عن مرتين في العام فذلك الاجتماع حق الخريف لو ترجمنا لسهم في الطريقة الصحية في هذا الاجتماع عادة تتم اجتماعات سابقة لهذا الاجتماع كان عندنا اجتماع في المجموعة الافريقية في المغرب نعم والمجموعة الافريقية قدمت مخترحات ومذكرة الآن تم مناقشة هذه المذكرة نوقشة الأوضاع الاقتصادية في العالم بصورة كاملة مشاكل الديون نعم مشاكل الأمن الغذائي مشاكل المناخ نعم مشاكل العالمية كل المشاكل خضعت لنقاش عميق فيما يخص السودان هل نقشتم مسألة إعفاء ديون السودان؟ بالتأكيد طبعا نحن أولا نقشنا مسألة التجميد المؤقت للعلاقة مع السودان هذه المؤسسات بعد أحداث أو بعد قرارات 25 أكتوبر 2021 قرر تجميد العلاقة مؤقتا مع السودان وسمت هذا التجميد بما يسمى البوز نحجينا خاططنا كل الجهات من رئيس البنك الدولي والمديرة التنفيذية والصندوق النقد الدولي وكل المختصين شرحنا لهم الأوضاع في السودان وشرحنا لهم أن هذه العقوبات تضرب المواطنين وتضرب أضعف الفئات في المجتمع والأصل إذا كان القصم من هذه العقوبات معاقبة السياسيين السياسيين لا يتضررون بهذه العقوبات ولكن يتضرر منها الفئة الشعب الفقيرة وبالتالي طالبناهم برفع هذه المعاناة ناقشناهم في قضايا متعددة منها نحن الآن في برنامج مع الصندوق النقد الدولي يسمى بالـ ECF اللي هو Extended Credit Facility كان على وشك الانتهاء طالبنا بتجديدة طالبنا برفع التجميد المعقد طالبنا ب... طيب هل أنت قلت أن هذه المساعدات وكما نعلم جميعا أنها توقفت بسبب قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر كما تقول هل هناك أي خطة أو هل توجد أي جهود تشعر بأنها مثمرة في هذا الاتجاه هل سمعتم منهم هل قمتم أيضا بأي مشاورات ثنائية مع مسؤولين في البنك الدولي بالتأكيد طبعا التقينا بكل مسؤولين مع من؟ مع رئيس البنك الدولي؟ التقينا برئيس البنك الدولي التقينا بمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي التقينا بالنواب كل من الأثنين المختصين بالشأن الأفريقي التقينا بالمدرعة التنفيذيين المختصين بعادات كبيرة منهم حقيقة في الأيام الخمسة والستة القضيناة هنا نجتمع من الصلاة إلى الليل هل التقيتم بمسؤولين أمريكيين أيضا؟ التقينا بمساعدة بمساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية مل في التقيناها أيضا طيب ما هي الإصلاحات الاقتصادية التي طلبت منكم لإعادة يعني إعفاء الديون؟ لم يطلب مننا إصلاحات اقتصادية نحن نقوم بهذه إصلاحات الاقتصادية هل طلبت منكم إصلاحات سياسية؟ لا ولكن طلب منها توكيين حكومة مدنية يستطيعون التعامل معها نعم هذا المطلب الرئيسي عند الطرف الأمريكي عندما التقيناهم وعند الأطراف المؤسسات هذه طبعا في النهاية مملوكة للجهات الغربية بصورة أساسية وتمشي مع السياسة في هذه الجهات هل لديكم ما تبشرون به المواطن السوداني في هذا الصدد؟ نعم نحن لم نتوقف فقط على مطالبة بالرفع ولكن أيضا طالبنا بأن يدعم السودان بوسائل مختلفة لأنه هناك قضايا إنسانية متعددة والناس خرجت الآن من الفيضانات والسيول في قضايا متعلقة بالصاحة الناس قضايا متعلقة بالتعليم قضايا متعلقة بمياه الشرب فطالبناهم بأنه يكون عندهم قدر من المرونة يتعاملوا معنا في هذه القضايا إلى أن يحدث التحول السياسي الذي يطلبونا إلى ذلك الوقت يجب أن نتعامل في القضايا الإنسانية وحديثنا وجدت تجاوب كبير في باب ملف المساعدات الدولية أيضا تعهد الدول ومؤسسات مالية في مؤتبر برلين الذي عقد في الخامس والعشرين من يونيو في عام 2020 بدعم اقتصاد السودان أيضا ولكن هذا الدعم أيضا توقف إضافة إلى إعفاء الديون أيضا من فرنسا التي قالت أنها ستعفي مليارات الدولارات للسودان هل من جديد بهذا الشأن بالنسبة لموضوع إعفاء الديون ما زال الأمر قائم في مكانه لم يتم إلغاء هذا المشروع تم تجديد الفترة الممنوحة لتوقيع اتفاقات ثنائية مع الدول نادي باريس إلى يوم 23 إبريل القادم تم الاتفاق عليه في 15 يوليو 2021 باقي في مكانه والمبلغ الذي تم الإعفاء عنه تم الإعفاء عنه وباقي البرنامج سيستمر بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب لا يوجد أشكال على الإطلاق تعهدات الدول في مؤتمر برلين تحولت في حقيقة الأمر لشكل من أشكال الدعم لبرنامج ما يسمى ببرنامج دعم الأسر السودانية وضع أموال أكثر من 400 مليون دولار في البنك الدولي والبنك الدولي أضاف للمبلغ 400 مليون دولار آخر وكان البرنامج مستمر في الإنفاق على الفقراء في السودان ولكن توقف البرنامج الآن تم استعنافه بطريقة أخرى عبر المسميش والد فوت بروغرام تم استعنافه الآن في مبالغ ستذهب إلى السودان والأمر سيستمر بإذن الله بما يخص الإصلاحات السياسية هل أنتم مع المكوّل العسكري ستلتزمون بأي إصلاح سياسي في الفترة القادمة؟ المكوّل العسكري أعلن موقف واضح أنه على استعداد الانسحاب من الساحة السياسية وترك الأمر للمدنيين لتكوين حكومتهم الآن الكرة في ملعب المدنيين نحن نحتاج إلى جهد كبير للوصول إلى توافق بين المدنيين لتعيين رئيس وزراء ولتعيين الحكومة المدنية المطلوبة ولتعيين ربما رئيس دولة أيضا سورة الحديث سيد جبريل في هذه الفترة عن اتفاق وشيك ما بين المكوّل العسكري وبين المكوّل المدني وفي حال حدث هذا الاتفاق الذي نسمع كثيرا عنه في هذه الأيام هل إذا تمت المطالبة بمراجعة اتفاقية جبا للسلام هل ستقبلون بذلك؟ أولا نرجو أن يتحقق ما تتحدثين عنه حتى الآن هناك حديث عن اتفاق وشيك وهناك حديث واسع جدا في الساحة السياسية السودانية عن اتفاق سنائي وبتأكيد الاتفاقات السنائية لن تكون مقبولة بي حال من الأحوال الناس في حاجة إلى اتفاق واسع يجمع أكبر قدر ممكن من أهل السودان يلتفوا حول هذا الاتفاق وبالتالي نريد حكومة ذات قاعدة عريضة من كل أطياف المجتمع السوداني حتى تكون حكومة مسنودة بحق وحقيقة تستطيع أن تستمر إلى قيام الانتخابات في الوقت الذي يتفق عليه الآن غالب القوى السياسية ترى أن الانتخابات يجب أن تتم خلال 24 شهر سنتين من قيام الحكومة وبالتالي أنا لا أرى مشكلة في هذا الأمر بالنسبة لاتفاق جوبا نعتقد أن لا نجد ما يبرر مراجعة اتفاق جوبا من كان له ما هو أصلح للإضافة لهذا الاتفاق نحن على استعداد للاستماع إليه ماذا تقصدون بذلك؟ أريد أن أزألك هنا عن هل تعتقد أن اتفاق سلام جوبا هو اتفاق ناجح حتى الآن؟ من أفضل الاتفاقات من أفضل اتفاقات السلامة التي وقعت في السودان حتى هذا التاريخ من منذ استقلال السودان في عام 56-19 فلو هناك من يستطيع أن يأتي بما هو أفضل من الاتفاق الذي تم توقيع عليه في 3 أكتوبر 2020 في جوبا فليأتي بما يريد أن يضيف لهذا الاتفاق سنتحدث عن اتفاق جوبا في الفقرة التالية ولكن الآن أريد أن أسألك عن الداخل السوداني أيضا يكثر الحديث في السودان عن الشركات المملوكة التي تخضع للعسكريين والتي يسيطر عليها وعلى موارد عديدة منها طبعا الدهب إلى أي مدى هذه الشركات هي تحت سيطرة الدولة وترسل تقاريرها بصورة شفافة لوزارة المالية؟ الكلام أن شركات الحكومة عموما وشركات القوات النظامية بصورة خاصة فيه تضخيم كبير جدا في واقع الأمر صحيح هناك شركات وفي كل الدنيا الدول عندها شركات تصنع السلاح وتوفر مبالغ طالة لدولها لأنها تستطيع أن تبيع هذا السلاح وتستطيع أن توفر جزء من هذا السلاح لحاجاتها المحلية تنتج لوازم القوات النظامية وهذا أمر طبيعي ولكن الشركات التجارية هذه الصناعات العسكرية أمر خاص وموجودة في كل الدول وتسيطر عليها في الغالب القوات النظامية في كل دولة من الدول أما على ذلك الشركات التجارية نحن أول ما وصلنا إلى وزارة المالية كتبنا إلى كل الجهات إلى القائد العام للقوات المسلحة إلى المدير عام الشرطة إلى مدير عام المخابرات طالبناهم بقائمة شركاتهم طالبناهم بالقوائمهم المالية طالبناهم بما يثبت أن هذه الشركات تدفع الضرائبة بصورة منتظمة شهدت دفع الضريبة طالبناهم بكل شيء وغالب هذه الشركات استجابت ومدتنا بحساباتها هل تقول أنها تخضع للقوانين التي تخضع إليها باقي الشركات والسودان؟ الشركات تدفع للانتجارية هل تدفع للرقابة كافية؟ تدفع للرقابة، تدفع للمراجعة العام وتأتينا بشهدات من المراجعة العام تدفع للنيوان الضرائب والنيوان يتبع على وزارة المالية طيب سيد جبريل ما حجم إنتاج الدهب في السودان؟ أول حاجة قوات النظامية لا تنتجي الدهب لأن الهكاية برضى مسألة تكون مفصولة تماما تخضع لجهة أسكرية كمانا لا تخضع لأي جهة أسكرية إنتاج الدهب 80% من الدهب ينتجوها الأفراد ما يسمى بالإنتاج الأهلي هو الغالب في إنتاج الدهب في السودان على ذلك في منالك شركات امتياز ممنوح لها امتياز عن طريق وزارة المعادن والسودان شريك بنسب محددة في شركات الإنتاج بالأسهم المجانية والسودان أيضا يحصل على رسوم الملكية من هذه الشركات فليس صحيح أن هناك شركات خاصة تتحكم في الذهب وتنتمي إلى جهات نظامية هناك تقارير تتحدث عن سيطرة شركات روسية على الذهب في السودان وأن هذه الشركات فيها أيضا جماعات تعتبر ميليشيات معرفة كميليشيات دولية هل لديك رد على هذا؟ أنا لا علم ليبي شركة هناك شركة واحدة حصلت فيها شركة روسية على امتياز من وزارة المعادن تعمل مثله مثل الشركات الأخرى وهذه الشركة ليست لديها ميليشيات ميليشيات أو جهات مسلحة عداها لا علم ليبي وجودهم ربما قد تكونوا موجودين ولا علم ليبيهم طيب سيد جبريل الاقتصاد السوداني في هذا الوقت كيف تقيمه وكيف تأثر بالحرب الحالية في أوكرانيا؟ كل الاقتصادات في العالم تأثرت بالحرب في أوكرانيا إما بارتفاع أسعار الوقود وإما بارتفاع أسعار المدخلات الزراعية وإما بارتفاع أسعار الغلال بصورة عامة والقمح بصورة خاصة وإما بالاضطراب في سلاسل توريد الغذاء فكل الدول تأثرت بالشكل أو بآخر سعار النولون أو النقل ارتفعت بصورة كبيرة جدا كل هذا أثرت بالتأكيد على الدول المستوردة لمدخلات الزراعة والمستوردة للغلال نحن نستورد القمح أكثر من نصف استهلاكنا مستورد ونحن أيضا نستورد مدخلات الانتاج فبالطبع أن تكاليف هذه الأشياء كلها ارتفعت بصورة كبيرة ابقوا معي سيد جبريل سننتقل إلى هذا الفاصل ونعود لإكمال الحوار ابقوا معي أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الخاص مع وزير المالية السوداني سيد جبريل إبراهيم أهلا بك مرة أخرى معنا سيد جبريل على قناة الحرة وعلى مرنامج بيني ليل سيد جبريل السودان يعاني سياسيا هناك أزمة سياسية وعدم استقرار طالت الفترة الانتقالية في البلاد دون حكومة ليس لدينا حكومة ليس لدينا دستور في السودان كيف ستتمكنون من النهوض بالاقتصاد السوداني في كل هذه الظروف الاضطرابة بعد الثورات أمر طبيعي في معظم بلاد الدنيا بعضها تستطيع أن ترتب أمرها بإيقاء سريع وبعض الآخر تحتاج إلى وقت طويل لتصفية كثير من الخلافات بين الذين قاموا بالثورة للوصول إلى حالة الاستقرار نعتقد أن الأمر استطال بين الآن الثلاث سنوات نقبل على الثنة الرابعة نحتاج إلى أن نحسم أمرنا بصورة سريعة لأن هذا الاضطراب خصما على عوضاء كثيرة خصما على الوضع الأمني في البلاد خصما على الوضع الاقتصادي في البلاد خصما على علاقة البلاد بالعالم الخارجي وبالتالي مهم جدا أن الناس يصلوا إلى توافق سياسي الآن هناك مشهودات كبيرة مبذولة في السودان لوصول إلى هذا التوافق وفي حوار كبير بعد كلمة رئيس ميلي السيادة القائد العام للقوات المسلحة في الثالث أو قول الرابع من يوليو 2022 الآن في حالة حراك قوي جدا بين كل مكونات المجتمع المدني والقوات السياسية للوصول إلى شكل من أشكال التوافق نرجو أن يتم ذلك قبل نهاية هذا العام هناك من يقول أن كلام البرهان في الجمعية العامة في الأمم المتحدة هو كلام فقط للغرب سيد جبريل لا ليس للغرب في أخي هذا الأمر هذا الكلام ما يحدث في السودان من اتهاكات هذا الكلام قاله للسودانيين والقوات السياسية في اجتماعات خاصة في لقاءات عامة ولكن ما يحدث على أرض الواقع في السودان ما يحدث على أرض الواقع هو ما قيل الآن أن الجيش يريد أن يبتعد من العمل السياسي ويريد أن يسلم الأمر للقوى المدنية فقط مطلوب من القوى المدنية أن تتفق على معايير لاختيار رئيس الوزراء هناك من يقول أن القوى المدنية أصلا في طبيعتها هي مختلفة فالذي يطلبه البرهان هو أمر مستحيل في هذا طيب ماذا تريدين من البرهان أن يفعل الذي يسلم السلطة إما لحكومة منتخبة وهذا وهذا هو الحكومة منتخبة غير موجودة ما هو الاتفاق الذي يطلبه البرهان وتطلبونه أنتم كشريك في الحكومة من القوى المدنية؟ المطلوب من كل القوى المدنية أن تتفق على اتفاق سياسي بيحدث طريقة حكم البلاد في الفترة الانتقالية بيحدث كيف يختار رئيس الوزراء بيحدث من يختار رئيس الوزراء الأطراف التي ستكون شريكة في الحكومة أكيد ليس رجوعا لما قبل الخامس والعشرين قاعدة الحكومة ستكون أوسع قوى سياسية كثيرة ومدنية وشبابية ونسائية ستشارك في المرحلة القادمة من تقصدون بأوسع؟ هل تعتقد أن هناك أعزاب كان من المفترض؟ لا تكون حكومة مكونة من القوى الحرية والتغيير المركزي ومعها قوى السلام ستكون هناك أحزاب سياسية أخرى مثل من؟ هناك الاتحاد الديمقراطي أحزاب من المؤتمر الشعبي نعم المؤتمر الشعبي نعم عدد من الأحزاب ستشارك في الحكم طيب دعنا نتحدث عن موازنة هذا العام سيد جبريل كيف أثر توقف الدعم الدولي على هذه الموازنة؟ على موازنة العام 2022؟ هذه تجربة مهمة التي عشناها في العام 2022 لأن المرة الأولى السودان يعتمد فيها بصورة كاملة على موارده الذاتية والتجربة من هذا الجانب تجربة مفيدة في لا شك نستطيع أن نسير الدولة نستطيع أن نفي بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها وتجاه الأطراف الأخرى بموارد ذاتية لكن في ذات الوقت الموارد هذه محدودة ليست هناك مرونة لتوسع فيها بحجم كبير وبالتالي الإنفاق على التنمية ضعفة بصورة كبيرة الخطة كانت أن ننفق أموال طائلة جدا على التنمية الخطة كانت نريد أن نبني الإنسان نحول أموال كبيرة للخدمات الصحية والتعليم ما استطعنا أن نحول كل الأموال التي عرضنا أن نحولها للتعليم والصحة سيد جبريل الملاحظ أن هذه الموازنة أيضا لم تركز على الوزارات الحيوية أو على المرافق الحيوية في الدولة مثل وزارة الصحة والتعليم حتى الخارجية قبل أيام كانت لدينا حلقة عن وزارة الخارجية وتحدثوا معنا ضيوفنا عن ضعف الميزانية للخارجية وأن ميزانية وزارة الأمن والدفاع ما زالت تحظى بنصيب الأسد بالعكس الكلام غير صحي الموازنة منشورة بخلاف التجارب السابقة موازنة عام 2022 تسميناها موازنة المواطنة ونشرناها في العلام وتستطيعون الاطلاع على هذه الموازنة الأموال التي ذهبت إلى الخدمات الصحية أربع ضعاف الموازنة السابقة المرة الأولى ماذا بالنسبة للتضخم؟ هل تمت مرعاة التضخم؟ بعد التضخم تضاعفت المبالغ أربع مرات المبالغ المخصصة للتعليم العالي تضاعفت من كانت 14 مليار صارت 86 مليار ولكن تم رفع الضرائب أيضا وهذا ما زاد العبق على المواقع لعلمكم برضو هذه معلومات غير صحية ما حصل رفع للضرائب كل الذي كان في العام 2019 تم الاتفاق على رفع ضريبة أرباح الأعمال في بعض القطاعات من 20 إلى 30 وفي بعض القطاعات من 10 إلى 15 وتم الاتفاق على أن يكون سنة القاعدة عام 2021 وهذا فقط على ضريبة أرباح الأعمال ولكن لن نفرض أي ضريبة على أي جديدة ولم نرفع الضرائب على أي جهة المعلومات هذه غير صحية لكن كل الذي حدث أنه رغم أننا سعينا عندما وحتنا سعر الصرف إلى أن نجعل الجمارك في كثير من السلعة الضرورية صفرا مع ذلك بالنسبة لارتفاع سعر الصرف أثر ذلك بالتأكيد في موارد الجمارك وفي موارد الضرائب وهذا أمر طبيعي هناك تحذيرات من منظمات دولية عن أن السودان سيعاني من مجاعة وأن واحد من أصل أربعة معرض للجوع في السودان أقول أن المنظمات مهم عندها أن تخلق مشاكل لتعيش عليهم يعني هذا الأمر غير صحيح في السودان؟ لا 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 أدعني أن أأتي إليه أقول أن المنظمات حتى تستطيع أن تحصل على موارد من المانحين لماذا حددت السودان فقط سيد جبريل؟ حددت جهات أخرى كثيرة ليست السودان فقط فهم في العادة يرسمون صورة قاتمة يطلب موارد ضخمة حتى تحصل على جزء من هذه الموارد ولكن هناك إشارات لهذا الأمر أريد أن أقول أن وزارة الزراعة جهة مختصة مع الفاو تقوم بمسح الشامل للإنتاج الزراعي في السنة وهذا المسح يتم مرتين إلى ثلاثة مرات في العام نحن رغم أننا فقطنا مساحات واسعة جدا من مساحات مزروعة في حقيقة بسبب السيول والفيضانات مع ذلك نحن نتوقع أنتاج هذا العام أكبر بكثير من أنتاج العام السابق لو ربنا كفانا شر الآفات وتم الحصاب بصورة صحيحة قد يكون هناك فجوة مثلا في العام 2021 الدعوة أن هناك مجاعب أكثر من 15 مليون في حالة جوع ولكن في حقيقة الأمر كان في فجوة غزائية صغيرة في ولايات محدودة معروفة واستطعنا أن نغطي من المخزونة الاستراتيجية حاجة هذه الولايات هذه التقارير هي تقارير دولية من منظمات تابعة للأمم المتحدة هل لديكم أي خطط لمجابهتها في حال حدثت؟ بالتأكيد طبعا ما في دولة تتوقف وتتفرج على مواطنها يموت من الجوع فالدولة تشتري المواد الغذائية وتوفرها لغير المستطيعين وتوفر الغاثة للناس بلا شك ولكن نحن لا نرى الآن على الأقل تباشير أي شكل من أشكال المجاعة ولكن هذا لا يعني أن الدولة ستكون غافلة وتنتظر إلى أن يحدث المجاعة الوزارة الآن تقوم بمسوحات قامت بمسحة أول إلى كل المناطق المزروعة في السودان الآن تنتقل لمرحلة الحصاظ ستقوم بمسح مرة أخرى والمرة الثالثة على ماذا سيعتمد اقتصاد السودان في الفترة القادمة؟ السودان دولة غنية كما تفضلت في بداية الحديث بمواردها الآن الدولة مهم جدا أنها تعتمد على الزراعة بسرعة أساسية هل لديكم دعم وفضت؟ عندنا قطافة عندنا استراتيجية نعمل فيها بل عندنا استراتيجية الأمن الغذائي السوداني من المفترض أن يدعم من مؤتمر القمة الأفريقي في بداية نهاية شهر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر في الجزائر هذه الاستراتيجية وجهزت وعتمدت صارت قرارا في مؤتمر القيمة الرياض في سنة 2013 نريد إحياء هذه الاستراتيجية وبإحياء الاستراتيجية نستطيع أن نوفر موارد ضخمة للزراعة عندنا المعادن مساحة واسعة جدا يمكننا أن نتوسع في إنتاج ليست ذلك الذهب فقط سنسمع في موازنة العام القادم ربما الانتاج الكبير في المعادن يحتاج إلى وقت ليس بضرورة في موازنة عام 2023 ولكن التوجه الأمر الآخر مهم جدا لو استثمرنا بعض المال في البترول نستطيع أن نرفع من إنتاج البترول الآن ننتج معدونا 50 ألف برميل في اليوم نستطيع أن نعود إلى 120 ألف ونزيد في وقت وجيز إن شاء الله طيب سيد جبريل هناك عدد من الإضرابات في البلاد لدينا إضرابات من عمال الكهرباء وهناك أيضا ومن التجار وهناك أيضا خلل ومشكلة في نظام الجمارك السودانية هل من إجراءات يتم اتخاذها لتلبية طلبات الموظفين في هذه القطاعات الحيوية؟ مطالبة الموظفين بزيادة الأجور أمر طبيعي في كل الدنيا الموظفون والعمال يطالبون بزيادة أجورهم باستمرار والأجور في السودان بصورة عامة ضعيفة لا يستطيع أحد أن يدعي أن هذا الأجور تكفي حاجة الناس وبالتالي المطالبة هذه مشروعة فقط المطالبات عندما تأتي في الوقت الخطأ يصعب الاستجابة لا كيف سيكون الوقت خطأي؟ الوقت الصحيح أن تقوم بالمطالبة قبل الموازنة التي تعتمد الزيادة في الوجود لكن أغلب هؤلاء الموظفين ليسوا خبراء في الاقتصاد؟ لا يعلمون متى ينتهي العمل مالي ومتى يبدأ العمل مالي أي مواطن في السودان يعرف ذلك وبخاصة الموظفين هذا جزء من عملهم ومن بداهيات العمل في الدولة ولذلك مهم جدا أن كل هذه المطالبات النقابات تعلم كيف تعمل الدولة مهم جدا عندنا الآلية وهناك مجلس أعلى للأجور في السودان هذا المجلس يدرس الأجور يدرس التضخم يدرس القوى الشرائية لهذه الأجور يتقدم بتوصيات مستمرة لوزارة المالية وزارة المالية تجلس مع كل الأطراف تدرس مسألة الأجور في كل موازنة في الموازنة الفاترة نحي ضعفنا الأجور أربع مرات في عام 2022 لم يحدث تضخم بالعكس للمعلومية الحالات النادرة في العالم الآن نحن التضخم عندنا من 460 نزل 117 في الشهر الماضي سنتحول إلى رقمين إن شاء الله خلال العام 2023 ونزل إلى رقم 1 في العام 2024 لدينا خطة نمتحكمين تماما في التضخم وعندنا سعر الصرف أيضا ثابت لفترة طويلة جدا وهذا ساعت أيضا في تغفض التضخم فليس هناك التضخم الزيادات التي حدثت في الأجور زيادات حقيقية ولكن طمع الناس كلما دعووا وطعوا طالبوا بالمزيد ولكن ألا تخشون في حالة عدم تلبية رغبات المواطنين والموظفين أن يحدث عصيان مدني في السودان من الصعب جدا أن تستجيب الدولة لكل طلبات الناس ليس هناك الدولة في العالم تستطيع أن تستجيب لكل ما يطلبه الناس ولكن كما تعلم سيد جبريل أن الرواتب قليلة جدا مقارنة مع دول لديها نفس الاقتصاد في المنطقة رواتبنا بالمقارنة لدول لديها نفس الاقتصاد ليست ضعيفة الآن الرواتبنا معقولة جدا ولكن مع ذلك ندرس إمكانية زيادة هذه الرواتب بطريقة علمية صحيحة حتى لا تكون هناك فوارق الآن ببعض الضغوط من هنا بعوضاء خاصة لبعض الجهات في الدولة هناك اختلال في هيكل الأجور وهذا يدفع كل طرف للمطالبة بما حصل عليه الطرف الآخر ولذلك نحن الآن كلفنا لجنة علية برئاسة رئيس المجلس الأعلى للأجور اللجنة الآن تعمل تعد دراسة حالة الأجور في البلد ككل نحاول أن نعالج الاختلالات الموجودة بين الفئات المختلفة بحيث أن يكون عندنا هيكل راتب واحد في البلد أريد أن أسألك عن لجنة إزالة التمكين سيد جبريل ما حجم الأموال التي تم استردادها حتى الآن عن طريق هذه اللجنة وأين هي؟ لماذا لا تقول هذه اللجنة ما هي حجم هذه الأموال وأين دفعت هذه الأموال أين أدعت هذه الأموال لجنة إزالة التمكين صادرت كمية كبيرة من الأصول سواء كان في شكل شركات أو في شكل عقارات أو في شكل أراضي الفهم عند الناس أن هذه اللجنة قدمت أموال سائلة لوزارة المالية فهم غير صحيح ومعظم هذه الأصول أعادت إلى أصحابها بسبب أن الإجراءات القانونية التي اتخذت كانت غير صحيحة وغير مرتبة وغير مهنية أنا أعتقد أن اللجنة بتسرعة ضيعة للشعب السوداني أموال كثيرة ليس صحيحا أنه لم تكن هناك أموال منهوبة ولكن هناك فنون في محاولة الوصول إلى هذه الأموال المنهوبة بطريقة علمية مهنية صحيحة وبطرق قانونية صحيحة أيضا حتى لا يتحكم لأن القانون لو فصل في قضية لا يمكن أن ينظر في نفسه هذه القضية مرة أخرى الآن معظم هذه القضايا لأنها ما ضبطت بطريقة صحيحة وقدمت إلى المحاكم بأعدلة كافية المحاكم أعادة الأموال لأصحابها ولا تستطيع أن تشتكي هذه الجهات مرة أخرى لسوء الحظ ولذلك أنا أفتكر أن اللجنة بالتسرع وربما بقلة معرفة بالإجراء القانوني الصحيح فرطت في تضييع أموال كبيرة ممكن كان يحصل عليها الشعب السوداني هل هناك خطط حالية إذن لمجابهة التهريب في السودان وعمل لجنة أو عمل جسم شبيه بلجنة إزالة التمكين لاسترداد الأموال المنهوبة لا محاربة الفساد واسترداد الأموال هناك جهة مختصة بمحاربة الفساد هذه الجهة محتاجة إلى عناصر قوية ودعم من الدولة لتتحرك لمتابعة هذه الأموال بصورة دقيقة وعلمية وبصورة قانونية صحية للوصول إليها سيد جبريل إبراهيم ابقى معي سننتقل إلى هذا الفاصل ونعود لإكمال الحوار ابقوا معي يا عزيزي المشاهد اشتركوا في القناة عزيزي المشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في هذا اللقاء الخاص من واشنطن مع وزير المالية سيد جبريل إبراهيم أهلا بك مرة أخرى سيد جبريل مرحب سيد جبريل فرص السلام في السودان وتقييم اتفاقية جوبة كنا نتحدث قبل الفاصل عن اتفاق سلام جوبة وأنت كنت تقول أنه من أفضل الاتفاقيات التي حدثت هناك انتهاكات حالية تحدث في السودان وأنت كمناضل سابق وكمعارض سابق كنت تحارب نظام البشير ضد انتهاكات حقوق الإنسان كيف يستقيم هذا الأمر وأنت الآن جزء من السلطة وأتيت عن طريق هذه الاتفاقية التي قامت بسبب أو حدثت بسبب الثورة الاتفاق سلام جوبة يدعو إلى الاحترام حقوق الإنسان في السودان هذه من أحدى بنوت هذا الاتفاق والفطرة الإنسانية تدعو إلى احترام حقوق الإنسان الخير الذي تريده لنفسك تريده للآخرين من البشر هذا أمر طبيعي بعد اتفاق السلام الحرب بين الحكومة والحركات المسلحة توقفت تماما ليس هناك اقتتال بين القوات المسلحة وبين الحركات المسلحة وهذا تطور كبير لم يحدث منذ زمن طويل جدا ولكن هناك احتكاكات بين قبلية تحدث هنا وهناك وهذا أمر أيضا يحدث منذ أن عرف الناس السودان ليس بالأمر الجديد هناك سعي حثيس وبخاصة في دارفور لبناء قوة مشتركة للحلولة دون هذه الاحتكاكات والأمر يستمر نحن ضد أي اهتكاك انتهاق لحقوق الإنسان في السودان سجن الناس ضربهم هل تعارضوا؟ نعارضوا نقول هذا صراحة في العلامة في كل مكان نحن ضد تعذيب البشرة مموما نحن ضد انتحاك حقوق الإنسان وهذا رأي لا ندسوها أبدا نقوله بصراحة وندعو له بقوة ولكن في ذات الوقت نحترم أيضا حقوق كل السودانيين سواء كانوا في زي العسكري أو في زي المدني يعني الاحترامك لحقوق المدني المتظاهر لا يعني أن يسمح له بضربة أو بقتل العسكري أيضا كلهم سودانيين عندهم نفس الحقوق نحتاج أن نحترم حقوق هؤلاء جميعا من مخرجات اتفاق سلام جبا الترتيبات الأمنية بند الترتيبات الأمنية هل تعتقد أن هذا البند سيكتمل وستنضم جميع الحركات المسلحة بما فيهم أنتم إلى الجيش ليس فقط الحركات المسلحة نحن الاتفاق صريح جدا يقول أنه لابد أن يكون في السوداني جيش واحد متى؟ هذا ربما يحتاج إلى بعض الوقت للترتيبات الأمنية لضم الجيش الموجودة كلها في جيش واحد إعادة تدريب هذا الجيش هذا قد يحتاج وقت ولكن الاتفاق صريح جدا يجب أن يكون في البلد جيش واحد ليس لك جيش متعدد في السودان نحن بدأنا إجراءات الترتيبات الأمنية وجاهزونا تماما للدخول في الترتيبات الأمنية وإدخل قواتنا في القوات المسلحة ماذا سنسمع أن الحركات انضمت بصورة نهائية؟ الآن الإجراءات ماشية بصورة كبيرة تحتاج إلى وقت القوات هذه الدولة دفعة واحدة وجمعة في مكان واحد وبعمل في معسكرات وتجمع الناس وتدريبهم على دفاعات لو يستوعبوا يحصل فرز للناس الذين يصلحون للعمل في القوات النظامية والذين لا يصلحون وفي داخل القوات النظامين الذين يصلحون للعمل في شرطة والذين يصلحون العمل في المخابرات والذين يصلحون العمل في القوات المسلحة وداخل القوات المسلحة التخصصات المختلفة فالأمر يحتاج إلى وقته ولكن الأمر ماضي إن شاء الله هناك من ينتقد الآن وضعك الحالي سيد جبريل ويقول بأنك تنازلت عن مقتل ومؤسس حركة العدل والمساواة سيد خليل إبراهيم وأنك الآن توالي من قاموا بقتله الصلح عادة يتم بين الأعداء وليس بين الأصدقاء ماذا كان المقابل؟ ليس بضرورة المقابل المقابل السلام السلام هو أكبر مقابل حفظ أروح الأحياء عولة من البحث أن أدمها الأموات الأصل في الحياة أن الناس تتقاتل وعندما تصل إلى النقطة المعينة تتصالح وتحاول أن تصلح وأفسد الدهر ولذلك نحن نعتقد أن محاولة الانتقام سيولد مزيد من المرارات ولن يؤدي إلى استقرار البلد وتروح مزيد من الأرواح من الشباب للسودان في أمس الحاجة إليه ولذلك نحن نحن إلى السلام وهذا أمر نعتقد أمر محمود ونسعى في أن نحفظ الأرواح أرواح الشباب الأحياء بدلا من البحث عن الانتقام أنت جئت عن طريق محاصصات سياسية وحتى الآن الاقتصاد السوداني هناك يعاني من مشاكل أنت الآن وزير في وزارة حيوية جدا ومهمة في السودان بسبب المحاصصات السياسية كيف تفسر ذلك سيد جبريل؟ لابد أن يتولى أمر هذه الوزارة شخصا مع سواء كان جاء في هذه الوزارة جبريل أو جاء شخص آخر الأمر الاقتصاد لا يحتاج إلى ساحر ليقلب الأمر بعجية وضوحة وبالنسبة لأنكم أتيتم إلى هذا المنصب بعد المحاصصات كما قلنا قبل قليل هل أوليتم أي أهمية لمناطق النزاع مثل دارفور التي تمثلونها حاليا؟ يجب أن تعلمي أن الأول حاجة اتفاق السلام حدت بصورة واضحة مشاركة القوى التي وقعت على اتفاق السلام في الحكومة وبالتالي يمكنك أن تسمي هذه محاصصة أو غير محاصصة ولكن الذين كانوا في الداخل أيضا تقاسموا المسألة فيما بينهم يعني الحكومة مكونة من 26 وزير 18 وزارة ذهبت إلى قوى الحرية والتغيير وزارتين إلى القوات النظامية وستة وزارات للقوى السلام فإن كان هذا ما يسمى بالمحاصص فليكون الأمر الآخر المهم الموازنة يجب أن يعلم الناس بأن الموازنة أمر مهم لا يستطيع الوزير أن يصر خارج الموازنة هذه الموازنة لا يجهزها الوزير فقط الوزير يتقدم مقترح للموازنة بعد دراسة الفنيين الجهات المختصة إلى القطاع الاقتصادي الذي يضم 13 وزارة في الدولة القطاع الاقتصادي إما يرفض إما يجهز هذه الموازنة أو يعدل هذه الموازنة ثم يقدم هذه الموازنة لمجلس الوزراء إذا أجاز مجلس الموزراء هذه الموازنة سيقدم إلى المجلس التشريعي في الوقت الحالي ليس هناك مجلس التشريعي ولكن الاجتماع المجلس السيادي مع مجلس التشريعي هو الذي يجيز الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة تصير قانون ملزم للوزير ولغير الوزير الموارد التي جاءت في الموازنة هي التي تنفق على الجهات المختلفة ليس هناك لأن الوزير جاءت من منطقة معينة يستطيع أن يذهب بالمال إلى جهة من الجهات لنعود إلى درفور لماذا حتى الآن ليس هناك سلام في درفور؟ هناك سلام بين الحكومة والحركات المسلحة لا شك في درفور ولكن هناك اقتتال قبل يحدث هنا وهناك وهذا طبيعي صراع على الموارد صراع على الأرض المثلة محتاجة إلى وقت لحسم ما يحدث في درفور سيد جبريل كمنتمي للتيار الإسلام السياسي وكوزير اقتصاد حاليا هل في تقديرك فشل هذا التيار الإسلام السياسي في تكوين دولة مستقلة سياسيا واقتصاديا؟ العالم الآن قرية صغيرة لا أحد يستطيع أن يقول أن أستطيع أن أعيش بمعزلنا عن الآخرين المصالح صارت مرتبطة ومشتبكة بدرجة كبيرة جدا ولذلك إذا كان هذا تيار يساري ولا إسلامي ولا شرقي ولا غربي في النهاية يحتاج إلى أن يتعامل مع الآخرين الصين الآن أكبر مصالحة وأكبر ديونة عند الولايات المتحدة الأمريكية طالب الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 3 تريليون دولار وتتعجر تحقق أرباح تصل إلى أكثر من نصف تريليون دولار في السنة من تجاراتهم على الولايات المتحدة الأمريكية فالحكاية ليس بالنزعات الإيديولوجية تتحدث العلاقات ولكن المصالح الاقتصادية هي التي تحدث العلاقات بين الدول وأنا أعتقد من الطبيعي جدا أن السودان يكون منفتحة للعالم ويستطيع أن يتعامل مع العالم ويستفيد ويفيد هل يعني هذا أن السودان حاليا يبحث عن علاقات اقتصادية مع دول مثل الصين وروسيا؟ السودان مفتوحة للعالم كله يوزن عندهم ميزان المصلحة مصلحة الشعب السوداني بهذا المعيار يتعامل مع الغرب مع الشرق مع الشمال مع الجنوب لأن نحن نقف على مسافة واحدة من كل الدول نرعى مصالح شعبنا فقط في هذا الوقت الحساسي جبريل وهناك حرب حاليا تقودها روسيا في أوكرانيا والولايات المتحدة تقف ضد هذه الحرب كيف ستؤثر علاقة السودان بالغرب وبالولايات المتحدة في ظل هذا التجاذب السياسي والاقتصادي؟ مع روسيا السودان لا يستطيع أن يكون طرفا في هذا الصراع لا مع روسيا ولا مع أمريكا ولا مع أي جهة من الجهاد السودان ضد انتحاق حقوق الناس في أي مكان ضد شن الحروب والسودان يدعو إلى حل سلم لكل النزاعات الموجودة في العالم بما في ذلك النزاع الموجودة في أوكرانيا ولكن السودان لا يتخذ مواقف مع هذا الطرف أو ينحاز إلى ذلك الطرف ولكنه في بداية هذه الحرب وضح للجميع أنه اتخذ طرف لا ليس صحيحا بزيارات رفيعة المستوى التي قامت حقيقة أنا كنت في روسيا في لحظةها الزيارة قامت بزيارة مرتبة من وقت مبكر جدا وتمت وعندما وصل الوفد السوداني وبدأ محادثاته في السودان حصل الحرب ولذلك الحكاية ليس لها علاقة حقيقة بما جرى من حرب بين أوكرانيا وروسيا الزيارة مخطط لها من وقت مسبق والوفد وصل وبدأ محادثاته قبل أن تقوم الحرب سيد جبريل دعني أعود معك مرة أخرى للموازنة موازنة السودان في حال عاد الدعم الدولي للسودان بعودة طبعا اتفاق مدني في السودان اتفاق بين المدنيين والعسكريين هل ستقوم بزيادة الموازنة أو بزيادة الدعم للوزارات الحيوية مثل وزارة الصحة؟ بالتأكيد نحن نهدف إلى أن نزيد موارد قطاعات حيوية في الدولة التعليم والصحة بصورة أساسية والمياه والشرب أنا عندنا هذه أولوية قصوة نعتقد أننا لابد أن نوفر لها الموارد الكافية لنطمئين أننا بنين الإنسان الذي نريده لتحمل مسؤولية البلاد في المستقبل ثم نبحث عن طريقة لبناء البنية التحتية الأساسية التي تقوم عليها التنمية الاقتصادية هل يمكن أن توضح لي الأولويات لديكم؟ عندنا الأولوية القصوى عندنا الآن التحول الرقامي نعتقد أن هذه من الأشياء المهمة العالم انطلق وسبقنا مسافات طويلة واستطاع عن طريق التحول الرقمي أن يزيد موارد الدولة من جهة وأن يتحكم في صرف الدولة من جهة أخرى وأن يخفض نسبة الفساد في عمل الدولة بدرجة كبيرة جدا نعتقد أننا لابد أن نبدل مزيد من الجهد لتحقيق التحول الرقمي بدرجة كبيرة ليس على مستوى وزارة المالية فقط ولكن على مستوى الدولة ككل هذا أمر حتى نستطيع أن ننجز مهامنا تجاه المواطنين بإيقاظ سريع بطريقة نظيفة وبتكلفة أقل الأمر الآخر نحن في حاجة إلى زيادة موارد الدولة بالتأكيد وده التحول الرقمي نفسه يساعد ليس بزيادة الضرائب ولكن بتوسعة المظلة الضريبية الآن نسبة كبيرة جدا من السودانيين العاملين في مجال التجارة لا يدفعون الضرائب يتحربون طماما ودوان الضرائب لم يصلهم على الأطلاق نحن نعتقد أنه آن الأوان أن كل من يعمل في الدولة يحتاج أن يكون في تحد مظلة الضرائب وأنت تعيشينها في الغرب ليس هناك شخص يستطيع أن يتحرب من الضريبية هل لديكم خطة لجذب الاستثمارات الدولية؟ بالتأكيد السودان له موقع مهم في البحر الأحمر الأصلاحات التي قمنا بها هي نفسها تجذب المستثمرين أولا عجزنا قانون جديد للاستثمار في السودان في العام 2021 وعجزنا قانون للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في العام 2022 واستطعنا أن واحد سعر الصرف وكان هذا أمر مقلق جدا للمستثمرين واستقر سعر الصرف انخفض التضخم بنسبة كبيرة جدا وفي اتجاه التضخم كل هذا عوامل مساعدة وإجاذبة للمستثمرين للأتيان إلى السودان إن شاء الله بجانب ذلك الآن نجري محادثات مع جهات لإقامة ميناء جديد ومنطقة صناعية ومنطقة سياحية ومشاريع زراعية ضخمة نتكلم مع جهات عن سكع حديد نتكلم عن جهات عن مشروع للكهرباء الضخمة جدا لأن يغطي مساحات واسعة من السودان إن شاء الله تسمعون أن أخبار طيبة في وقت قريب شكرا لك وزير المالية السوداني سيد جبريل إبراهيم كنت معنا في برنامج بيني لين في هذه الحلقة الخاصة من واشنطن شكرا لكم أعزائي المشاهدين ولمتابعتكم وانتظرونا في حلقة أخرى من برنامج بيني لين شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم